نيابة عن صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء قام اسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ترافقه صاحبة السمو الإمبراطورية الأرشدوقة هيرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام والدوقة سندور فون هابسيورغ نائب رئيس الجمعية بإزاحة استطار عن النصب التذكارية الخاص بجائزة شعلة السلام وذلك بمناسبة منح صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء الجائزة تقديرا لدعم سموه للسلام والأمن الإقليمي والعالمي هذا وقد قيم حفل إزاحة استطار في الساحة الخارجية لمسرح البحرين الوطني بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصحافة والإعلام وعدد من المدعوين حيث ألقت صاحبة السمو الأمبراطوري الأرشدق هيرتا مارغريت كلمة أكدت فيها أن جائزة شعلة السلام تمنح للأشخاص الذين يطلعون بالمسؤولية القيادية عن الشعوب والمنظمات والدول والثقافات والطبيعة والبيئة وترمز إلى السلام والصداقة والشجاعة والقوة والمثابرة والصمود وقالت إن شعلة السلام منحت لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقديرا وعرفانا لجهود سموه وما يبديه من صمود ومشاركة في جميع جوانب التنمية والسلام وأكدت أن إقامة نصب شعلة السلام في مملكة البحرين يرمز لما يتمتع وبل تتمتع به المملكة من تراث حضاري وتاريخي عريق جعل منها ملتقا لكافة الحضارات والديانات ونموذجا للتنوع يحتذى بهل التعايش والانصهار في العديد من البلدان الأخرى واخد عرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة عن خالص تهنيه إلى صاحبة السمو بل إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منحه جائزة شعلة السلام مشيدا بما قدمه سموه من مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز جذب تنظار وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فضلا عن العديد من المؤسسات العالمية في مختلف المجالات وأكد سموه أن التكريم الذي يحظى به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو مصدر فخر واعتزاز يعزز من سمعة البحرين عالميا ويؤكد على سلامة النهج الذي تتبعه لتحقيق طموحات وتطلعات شعبها في تهيئة بيئة تنعم بالسلام والاستقرار وقد أقام سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مأدبة غداء تكريما لصاحبة سمو الأمبراطوري الأرشدوق هيرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام والدوق ساندور فون هابسبورغ نائب رئيس الجمعية حضرها عدد من كبار الوزراء والمسؤولين والرجال الصحافة والإعلام وعدد من المدعوين موسيقى سبب منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر شعلة السلام اليوم في البحرين هو عمله المميز والدؤوب في خدمة الإنسانية والسلام في المنطقة وقد بيّنت العديد من الظروف والمواقف أن البحرين هي جوهرة الخليج شعلة السلام هي جائزة تبنح للسلام والحرية وصدقة نحن نفتخر عندما سمو الرئيس الأمير خليفة بن سلمان يكون تكريمة من قبل دول ومؤسسات وهو كما قال سمو الأمير خليفة أن هذا التكريم للشعب البحرين فنحن فخورون بهذا التكريم وهذا التكريم ليس غريب على سمو الأمير خليفة بن سلمان البحرين منذ وقت طويل هي صانعة للسلام فهي دولة تنشر السلام ليس فقط في المنطقة بل في العالم وهذا ما نراه على أرض الواقع فالبحرين تستحق هذه الجائزة اللي قوة في قلب صاحب السمو بنشعر أنه هو أب للجميع لما بتعود معاه مفيش تفريقة أبداً ما بين دين ودين عنده مفيش تفريقة بين جنس و جنس بين لغة ولغة الكل عنده واحد الكل عنده سواسية فبنشعر فعلا في لقاءه في كلماته في تفاعلاته في أعماله أنه اللي بيدفعه لهذا هو السلام